موسيقى أسعد الله وقتكم مشاهدي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج قضايا وآراء الذي ينظمه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس بتمويل من نجدة الانتخابات المركزية وبالتعاون مع تلفزيون القدس التربوي والذين تناولوا فيه الرقابة الشعبية على الهيئات المحلية أي دور للشباب والإنقاش ذلك يسعدنا استضافة الأستاذ ذا ذوقان قيشاوي خبير في قضايا الشباب أهلا وسهلا فيك والأستاذ إسلام أبو عون مدون وناشط شبابي أهلا وسهلا فيك أستاذ إسلام أبدأ معك أخي ذوقان في الانتخابات المحلية الأخيرة هل لك أن تضعنا بقراءة حول مشاركة الشباب ما قبل ما بعد يعني كيف قرأت أنت كخبير في الشأن الشبابي مشاركة الشباب يعني كيف كان لهم دور بالتحضير للانتخابات قبيل الانتخابات وما بعد الانتخابات كيف تقرأها يعني كيف تلخص لنا يعني قراءة عامة حتى نأتي لتفاصيلها شكرا مجدي يعني بالبداية شكرا لتلفزيون قدسي التربوي وشكرا لشمس لإيطاعة هذه الفرصة لكن قبل ما أجاوب مباشرة على سؤالك بفضل أحط مقدمة عامة تفضل عامة ومنها بتقودنا للإجابة السؤال الأول هو مين هم الشباب وإيش دور الشباب وهل فقط هم الشباب فقط دورهم اليوم في منطقة الحكم الهيئات المحلية ولا هو أبعد من هيك عندي وجهة نظري الخاصة أنه إذا اعتبرنا فقط هي مشاركة الشباب سواء بالانتخابات الهيئات المحلية أو بالرقابة الهيئات المحلية فقط هات دورهم هنا في إشكالية أنا بصف فقط بنحكي إخنا على المفهوم اللي بقولوا عنه أو بي تي اللي هي أوكيبايت بالسطينيان تيريوتوريز اللي هي ضفة وغزة وانتهى الموضوع أنا بشوف أنه الشباب بلعبوا دور أكبر ضمن المشروع الوطني الموجود ففي إطار عام أنه الشباب مش فقط هو دورهم في هذه المنطقة عندي بعض وجهات النظر باللي صار بالانتخابات يعني اليوم الانتخابات اللي صارت والتزكية اللي صارت يعني أنه في بعض المجالس نتجت بالتزكية يعني بتطلع وين دور الشباب كانوا هل كان عندهم قرار هل هم أقروا هل كان لعب دور اليوم بالمجتمع الفلسطيني في عنا قطبين قطب العائلة وقطب الحزب طبعا وبالمطلق الشباب مغيبين الأحزاب بشكل عام اختارت في النخب الموجودة بدأت تمثلها لأنه الناس عندهم الخبرة وعندهم المساحة وعندهم الحرك وعندهم الموارد في داخل القبيلة والعشيرة والأكبر منك يوم أعلى منك بسنة موجود بشكل عام كان في مشاركة شبابية بس ما كانتش في الحجم المطلوب لكن الانتخابات صارت وهو استحقاق ديمقراطي وشكراً أنها صارت في الوقت تبعها بدأت ضل السؤال المركزي اليوم أنه انتخابات مرت بفترة دعاية انتخابية ومرت بفترة برنامج انتخابي وبيوم انتخابي أعلنت فيه النتائج اليوم الركزي اليوم على أربع سنوات القادمات صحيح وين الدور اللي ممكن يلعبوه الشباب في هذا الإطار هذا اللي ممكن نقدر نتحدث عنه خلال الحلقة تمام أستاذ إسلام هل لك من يعني أنا حابب أسمع منكم بداية قرأتكم لنتائج الانتخابات ما قبلها أثناءها يعني التقييم خلينا نقول بقراءة للانتخابات وبعدين ندخل بكل التفاصيل اللي أثارها الأستاذ ذوقان أولا بشكرك وبشكر للتفزيون الكدس على الاستضافة بالتأكيد الانتخابات اللي جرت الانتخابات الأخيرة طبعا إحنا دائما كشباب يعني منشجع الممارسة الديمقراطية منرفض منع الدمقراطية ومنرفض حجر الدمقراطية لفترات متلاحقة أو لفترات بعيدين الانتخابات الفلسطينية والانتخابات المحلية الأخيرة كان هناك عدة قراءات طبعا تختلف في وجهة نظر القارئ من خلفياته الحزبية أو من خلفياته الثقافية أو من خلفياته العشائرية الانتخابات الأخيرة يعني كما قال بعض الدارسين والباحثين يعني كان هناك تعزيز للعنصر العشائري الشباب كان دورهم يعني كانوا حالهم هو حال الشرع الفلسطيني منقسمين على ذاتهم هناك من قاطع لأسباب حزبية هناك من شارك فقط لأسباب حزبية لكن يعني للمصداقية والموضوعية هناك بعض الشباب شاركت ترشيحا في بعض المجالس المحلية يعني هل نتائج الانتخابات مرضية يعني من حيث مشاركة الشباب برأيك من وجهة نظرك؟ يعني مرضية إلى حد ما يعني بالتأكيد الشباب العربي بشكل عام تعزز دوره في المجتمع نحن أمام ثورات عززت دور الشباب انتقل الشباب فيه من مرحلة اللامبالاة التي كانت تبعها تهميش لدور الشباب في المنطقة العربية إلى مرحلة صنع القرار أو على الأقل المشاركة الفاعلة في صنع القرار في الوسط العربي أو في الحالة العربية وبالتالي جميع الأطراف تسعى للسيطرة أو إنصح التعبير لأخذ رأي الشباب في جميع المتغيرات أو في جميع الأحوال التي تحدث أو في جميع المراحل التي تمر يعني هناك محاولة لإرضاء الشباب إلى حد ما ولكن الشباب بشكل عام ما أخذش دوره بشكل عام يعني أنا كنت أتمنى أنه نشوف قوائم شبابية قوائم شبابية في الانتخابات خليها ما تحصلش على أغلبية ولكن رح تعزز بالأعضاء اللي رح يحضروا الانتخابات أو رح ينفوزوا في الانتخابات رح تعزز دور الشباب ورح تدافع عن هموم الشباب في المجالس البلدية تمام أستاذ ذو كونك قشاوي يعني حضرتك بدأت بتفصيل علمي أو بخلينا نقول بمحاولة وضع الأسبع على الجرح فيما يتعلق بالمفاهيم ابتداء طيب هو إحنا ما هو المجتمع الفلسطين إحنا كلنا نعتبر حلنا شباب فيش حد فينا بختيار بالمناسبة يعني إحنا كلنا نبقى شباب فأنت شباب لأي يعني ما بعرفش أنت هل بتقصد فئات عمرية معينة بتقصد خلينا نقول شرائح من الشباب يعني مدى إسهام الشرائح الإسهام شكلي ولا حقيقي موضوعي فعلي يعني بهذا الموضوع يعني سواء موضوع العمر ولا الشرائح ولا الشكل ولا الموضوع هنا خلينا نقول أنتم كخبراء بتتبعوا هذا الموضوع هنا الرصد كيف كان بالنسبة لك في البداية فيه تعريف مختلف للشباب فيه تعريف الهناتج عن اليومسكو فيه تعريف الهناتج عن الأمم المتحدة فيه تعريف الإجماع للعلاقة بجامعة الدول العربية بالمجمل تعريف الشباب هو الأكبر من عمر أكبر من 18 أقل من 29 هذا الإشي المقبول في المجتمع الفلسطيني اليوم المشكلة اليوم مش بالهيئة المحلية أنا كني اختياري نعم اليوم المشكلة مجد اليوم بالنظام السياسي الفلسطيني وبالأحزاب السياسية أنه فيش مساح للشباب أعطيك أمثل اليوم كم هم عدد الشباب اليوم في داخل اللجنة التنفيذية لموضوع التحريف الفلسطينية ولا واحد كم عدد الشباب اليوم باليوم بالمجلس الأعلن الشباب والرياضة اللي هو الهيئة التأسية ولا شاب كم عدد اليوم الشباب اليوم في داخل اللجنة المركزية لحركة فتح أو المكتب السياسي للجافة الشعبية أو الديمقراطية الشباب هم مغيبون عن النظام السياسي هل معناته أنه أنتم مغيبين فوق ويلعبوا تحت هنا الإشكالية الموجودة لا أنا بقوله اليوم لما بحكي على مشاركة فاعل للشباب مش فقط بهيئات محلية مشاركة فاعلة بهيئات محلية مشاركة فاعلة كمان في النظام السياسي الفلسطيني وبيصير عندهم كمان دور في المشروع الوطني الفلسطيني اللي صار أكتر بالهيئات المحلية أنه الشباب ملعبوا دورهم صح وتم جذبهم من قبل العائلة والقبيلة وتم جذبهم من قبل الحزب السياسي الموجود ففي النهاية هم ما يحسوا حالهم أنهم ما عندهم إشي قدروا يعطوه وعشان هيك في النهاية ضاعت الأجندة تبعتهم وبطل عندهم رؤية واضح حالا وينهم راح يقوموا اللي حكا الزميل عن موضوع أنه أشوف قوائم انتخابية فيها شبابية أنا بقول بكير لسه لأنه الشباب نفسهم بحاجة كمان أكتر لتنظيم يخرجوا خارج إطار الحزب وخارج إطار القبيلة حتى في النهاية يقدروا يلاقوا المساحة تبعتهم طب هل ممكن تقسم خلينا نقول الفئة الشبابية اللي ذكرتها من 18 إلى 29 هل ممكن نقسمها إلى فئات مهمشة وأكثر تهميشاً خلينا نقول طبعا يعني اليوم إذا أنا بتطلع على مجلس أعطيك مثال إذا بتطلع اليوم على مجلس قروي أو بلدي لقرية اسمها مردة على سبيل المثال اللي هي جاي تحت مستوطنة أرئيل وعلى شرق استطاني موجود اليوم وين أولوياتهم هذولا؟ هل أولويتي اليوم فقط نظافة القرية وأولويتي فقط اليوم المياه في القرية ولا عندي اليوم أنا مسئولية اليوم أنه أنا ما عندي حصول على خدمات معينة أنا عم بعاني من مشكلة إلها علاقة بالاحتلال والنظام السياسي عاجز ما بقدر يسول إشي قولي شو النظام السياسي بقدر يعمل لها مستوطنة ولا شيء ده من الاتفاقية الموجودة ففيه فئات مهمشة موجودة وصوتها وصوتها هي مش مسموعة أنا ما بقول رسالة محبطة بقول اليوم في داخل هيئات المحلية بقدروا الشباب بيعملوا كتير أشياء والعنوان اللي بدت في الحلقة أنه دور الشباب في الرقابة أنا برأيي لازم نتعدها ليش أنا أكون أنا بعمل رقابة على هيئة محلية وأنا عندي القدرة أكون جواد الهيئة المحلية هذا البداية طبعا لما أكون جواد الهيئة المحلية أنا بكون مؤثر في القرار وبكون صانع القرار الموجود كبيرة وكوة ضغطة تأثيرها حيكون في المطلق بس هو في القوائم أو خلينا نقول القوائم اللي كانت مرشحة كانت تضم الكثير من الشباب يعني ميزة هذه الانتخابات أنه كان فيها يعني أنا زي ما أنا شفيت أنه فيها كثير كان من الفئة الشبابية اللي دون التسعة وشرين زي ما حضرتك تفضلت بقسش بالكم بقس بالنوع ما بقصودش النتائج أنا بقصود القوائم ضمع المرشحين جيد بس أنا بقس في النهاية أنا بطلع دائما على النتائج الموجودة وبقس في النهاية النوع مش الكام يعني اليوم في داخل المجلس اللي صار اليوم من يصنع القرار هاي النقطة الكثير مهم من يصنع القرار هل أنا اليوم فقط عضو مسجل في اليوم على المجلس البلدي أو القرارو الموجود ولا أنا صانع قرار وصاحب قرار هنا بيجي تأثير الموجود الانتخابات صارت وحتى تقدر أقول كانت تجربة جيدة ديمقراطية بغض النظر أنه ما حتىش في غزة بغض النظر أنه القدس كمنطقة جغرافية تفترت تكون هي ضمن رؤية تكون عنوان للدولة الفلسطينية كمان ما حتىش بس هي صارت وكان في تجربة موجودة هلأ القوائم نزلت بس كمان القوائم لما نزلت إذا منترجع القوائم حجم الاستقلالي في القوائم ما كانش كتير واضح كانت في القوائم كانت أشائرية كانت أشائرية يعني هو في النهاية لأنه ابن العشرة الفلانية تم ترشيحه هذا ما تيجي تراجع الحزب مش لأنه شاء أبسوليوتين أو لأنه ابن حزب سياسي اليوم نفتقد اليوم قوائم شبابية مدنية خارج إطار الحزب وخارج إطار العائلة الموجودة اللي بتفكر في النهاية في دورها على مستوى المشروع الوطن الكبير وعلى مستوى في النهاية الخدمات المقدمة للشعب في داخل المنطقة الجغرافية اللي أنا بعيش فيها مقطة أخيرة قضية اليوم الشباب والمشاركة اليوم والرقابة على الهيئات المحلية كتير خطيرة لأنها بتعزز مفهوم الجيتو اليوم الشب مش دوره اليوم بالقرية تبعته إذا أنا فقط اليوم أنا بتضعطي مساحة للشب أنه يلعب اليوم في داخل القرية أو في داخل المدينة تبعته أنا عزلته عن مشروعه الوطني وهي نقطة خطيرة جدا اليوم الشب اللي بسكن في قرية إكس أو بسكن في قرية جبع مش دورك بس أنت تعمل رقابة على الصرف وعلى الإرادات تبعت البلدية هاي دور هذا جد بدك تعمله وتحصيل حاصل دورك أكتر اليوم كيف يتأثر اليوم على البرنامج السياسي كيف بكرة إذا فيه قرار أنه منظمة التحرير ترجع على مفاوضات تقول في النهاية لا بدناش مفاوضات أو إذا اليوم قرارك اليوم تقول أنا بدي أدعم المقاوم الشعبية أو قرارك اليوم على أنه بدنا نمر في حمل إلها علاقة في المقاطعة وسحب الاستثمارات فرض العقبات على إسرائيل فاليوم دور الشباب مش فقط يقزم بالهيئات المحلية لازم يمارسوا حقهم هناك بس لازم يرتقي للمشروع الوطني والبرنامج الوطني الأكبر تمام أستاذ إسلام يعني في أنا مجالس محلية أوريد صار في أنا مجالس محلية منتخبة وفيها أنا بعتقد أنه فيها عدد لا بأس فيه من الشباب بتفاوت ما بين مجلس وآخر بالتأكيد لكن بالمحاصلة فيه شباب يعني نجحوا وهم جزء من المجالس المشكلي السؤال أنه الآن إحنا عدينا مرحلة الانتخابات بالتأكيد مرحلة ما تسبق الانتخابات وأثناء الانتخابات والتحضير إلها وقبيلها مرحلة مهمة جدا يفترض أنه نستفيد منها مستقبلا يعني درس مستفاد لانتخابات قادمة لكن السؤال الآن أنه هاي المجالس المحلية والبلدية تستهنش بأدوارها وتستهنش باختصاصاتها وشو ممكن تساوي السؤال أنه ما هو المطلوب من وجهة نظرك من هذه المجالس المحلية والبلدية للشباب وكيف ممكن أنهم الشباب يدخلوا إيجابا على سياسات هذه المجالس وأنهم يشاركوا بالضغط مثلا باتجاه سياسات معينة باتجاه تفعيل معين وما إلى ذلك يعني هو مطلوب من المجالس المحلية تنمية دور الشباب التركيز على دور الشباب وتنمية الشباب بحد ذاتهم يعني الشباب طبيعيا يعني بحاجة إلى التنمية مشان هيك إحنا منطالب المجالس المحلية أنه يكون ضمن خططها الاستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى تعزيز دور الشباب وتعزيز تنمية الشباب من خلال إيجاد فرص عمل للشباب من خلال إيجاد نوادي تهتم بالشباب من خلال التركيز على الحراك الشبابي ودوره الإيجابي يعني الشباب مش فقط مش فقط دوره رح يبكى دور سلبي أو نقدي يعني قد تحتاج المجالس المحلية إلى دور إيجابي للشباب مساند إلها يعني نحن الآن أمام مجالس محلية قد تتخذ قرارات حساسة مثلا لو مجلس محلي قرر إزالة التعديات على الشوارع مثلا دور الشباب لأنه هو في الأصل نحن نتعامل مع الشباب على أساس أنه شباب مثقف وشباب واعي وبعرف أنه هاي الأمور أمور يعني مخالفة للقانون المجالس المحلية بتقدر تستعين بالشباب وبهذا الدور الإيجابي من أجل تمرير هذه القرارات وتنفيذها بدلا من أنهم يقعوا في مشاكل طبعا الدور مساند من كل شعال أنه دور أساسي بس في نقطة موضوع الشباب وتفعيل دور الشباب إحنا في الشارع الفلسطيني ما منوعين للشباب عندنا النوع المحزب والنوع المستقل عندنا النوع المستقل اللي بتمثله بشكل عامي الحراكات الشبابية طبعا هناك دعوات وأنا يعني بشوف أنها دعوات معقولة لمأسسة الحراك الشبابي تكوين أجسام ممثلة للشباب يكون صوتها عالي في القضايا الفلسطينية وأحداث الفلسطينية وإحنا أمام النوع الآخر اللي هم من الشباب اللي ضمن أحزاب طبعا الحزاب الفلسطينية العمل الحزبي بشكل عام هو ظاهرة إيجابية في المجتمع بتعملش مع الأحزاب أنه ظاهرة سلبية إحنا من طالب الشباب اللي في داخل الأحزاب أنه يسعوا لتعزيز دورهم أنه يكون لهم جزء يعني إحنا الشباب بشكل عام متواضعين يعني من كلش أنه إحنا الشباب جايين مشان نطوي صفحة كل من سبقنا أنه ما نستفدش من الخبرات من كلش أنه إحنا جايين كشباب بديل عن الناس اللي قدمت أو اللي ضحط أو الناس اللي إلها سنين في العمل إحنا كشباب بدنا إحنا نطالب بحقنا في المشاركة في الأراء الحزبية وفي الأراء العامة يعني إحنا كشباب من حقنا أنه يكون إلنا رأي بأي مفصل من مفاصل القضية الفلسطينية بأي مفصل من مفاصل المشروع الوطني أستاذ دوكان هو يعني بالنقطة ذاتها اللي انتهى منها إسلام يعني هو فكرك أنه هذا الحق اللي بطالب فيه أستاذ إسلام أبعون هو هذا حق يكرر خلينا نقول بمنهج والله يبتيجي السلطة العامة يبتيجي وزارة الحكم المحلة يبتيجي الجهة المتخصصة بتقول بدنا نفرض حق للشباب وبدنا واحد ثلاثة عشر للشباب ولا هم الشباب يجب أنهم هم ينهضوا وينتزعوا هذا الحق يعني كيف ممكن أنت من وجهة نظرك تنظيم الأمور أنا هو تطرق إلى المأسسة إسلام ولكن فيما يتعلق ب يعني كمان الأمور يعني أنا أعرف أنه جزء من الديمقراطية يكون موجه يعني السلطة العامة عليها دور لكن بالمقابل ما هو أنت كمان بدك أنه الشب يكون واعي لهذا الدور وبدك يكون هذا المخزون عند الشباب وهذا التجيش المسبق عند الشباب قبل الانتخابات الشباب على فكرة جاهزين يتجيشوا وأنهم يناصروا وأنهم يضغطوا وإلى آخره لكن هم اتجاه أنفسهم في تقصير هنا السؤال السؤال كيف منهجيا فكريا تقنيا كيف ممكن تشجيع الشباب كيف ممكن دفعهم باتجاه أنهم يغضوا دورهم الحقيقي وليس فقط والله هي أفكار بدنا وبدنا في أكثر من مستوى في مستوى أنه أنت بدك اليوم نظام سياسي مواتي مساند لمشاركة مشاركة فعالية للشباب بدي نظام نظامنا السياسي الفلسطيني غير مواتي لمساندة الشباب وزي ما قلت لك من حيث تطلع اليوم على التركيب اليوم للمؤسسات اليوم بتشكل اليوم السلطة الفلسطينية من مجلس تشريعي من حكومة كم وزير عندي شاب هل في نهاية عدم ثقة بالعمره 29 سنة؟ هنا السؤال خلينا نقول هنا سؤال ضخيم جدا يعني هنا السؤال أنه هل بالضرورة أنه يكون في عندي شاب عمره أقل من 29 في الحقومة؟ لماذا في بريطانيا في وزراء كان عمره 25 سنة؟ لا 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 أنا ما بتدخل خلينا نقول بآ أو لا فقط علي أن أثير الأسئلة لكن هل من الضروري أنه يكون في عندي شاب ولا لا؟ هل أنا بدي خدمي للشاب ولا بدي الشاب يكون بالموقع؟ شوف برأي وجهة نظري اليوم في مستويات اليوم في ناس اليوم شباب في ناس عاملين مع الشباب وكلهم رأوا حتى اليوم الوزير العمره 50 سنة اليوم كان بالـ 25 كان هو شاب صحيح وكان بالـ 29 كان هو شاب موجود اليوم بعض الشباب عندهم القدرة وعندهم الكفاءات وعندهم الواعي وعندهم الأدوات والإدراك بما يؤهلهم أنهم يتبوقوا مناصب عالي جدا ويجاوبوا على أسئلة واستفسارات واحتياجات الحالية مش قادرين جاوب عليهم فده بتطلع على التركيب السياسي الموجودة للبلد بالتأكيد هي غير مواتي وغير دعم للشباب والذي بقوله غير هيك يكشف للحقيقة مجلس تشريعي كل أعضاؤه فوق سن الشباب منظمة تحرير فلسطينية كل لجنة التنفيذية أعلى من مستوى الشباب طب إنتي بدأت لجنة تنفيذية عمره قلم 29 مثلا مثلا إيش بمنع اليوم إذا عندي أنا شاب عمره 27 سنة مخلص دكتوراه من هارفرد وعنده خبرة عالية في منظمات المجتمع الدولي إيش بمنعه اليوم يكونها وزير هل هي المقياس الأمر الموجود السؤال تعال نروح أثقافي المجتمعية هل الثقافي المجتمعية تحتمل ذلك يعني مثلا بعد الثورة المصرية واللي قام فيها شباب وفجرها شباب وانتصر فيها شباب كمان ما فيش اللي بتطرحه في النخب المصرية اليوم الحاكمة ما فيش فيها شباب هاي أحد المشاكل كمان في المجتمعات العربية يعني هي المسألة يعني كمان موجودة في الفكر السائد أكبر منها في عندي أو عندك لأن الأحزاب الحصدت الثورة في مصر هي أحزاب منظمة وقوتها القاعدية أعلى من قوت الشباب مشكلة الشباب برأيي هي مشكلة أنه أنه أول إشي النظام نفسه مش مواتي هذا قلنا جزء الجزء الثاني نفس الشباب هم عندهم كمان بعض الضعف ومحتاج هنا تدخل تقني إذا بنيجي لتدخل لتدخل التقني أعطيك مثال إذا أنا شاب اليوم عمري 18 سنة أو 19 سنة وبعيش في قرية معينة وتم انتخاب مجلس إيش ممكن أعمل أنا هاي رسالة للشاب اليوم إيش ممكن أعمل اليوم عشان في النهاية يكون عندي رقابة فاعلة أنا هاي رسالة أواصلها أول إشي لازم يكون عندي وعي وإدراك لمنظومة التشريعات والقوانين اللي جابت هذا المجلس لازم يكون عندي وعي وإدراك لقانون الانتخابات لازم يكون عندي وعي وإدراك للإشي للعلاقة اليوم بمسودة النظام المالي للهيئات المحلية لازم يكون عندي وعي وإدراك للقانون الأساسي إذا أنا غير مطلع وغير مدرك وغير واعي للمنظوم القانوني هاي أنا رح أكون مش فاعل رقم تينين المجلس هذا تم انتخابه على برنامج الانتخابي هل عندي وعي لبرنامج الانتخابي؟ عظيم رقم ثلاثة هذا المجلس اليوم اللي تم انتخابه في يوم 20 أكتوبر مش 20 أكتوبر ستات انتخابات يوم 21 أكتوبر وبعد ذلك هذا عنده خطة هل أنا عندي اليوم وصول الخطة تبعته؟ ما كيف دعم الرقابة؟ صحيح الرقابة تعمل على خطة موجودة صحيح الخطة إلها مؤشرات إذا بروح على إشتقنا أنا اليوم بحفز وبساند الشباب وبقولهم في النهاية على مستوى شخصي كثير حتلاقوا ناس ناشطين في المجتمع بقدروا ياخدوا في إيدكم دقوا بواب المجالس تبعتكم وطلبوا خطتهم إذا طلبتوا خطتهم أنتوا في النهاية مسكتوا نقطة كثير مهمة لأنه في النهاية بدك تحاسب هذه المجالس على خطة تبعونها الخلل اليوم في المجالس المحلية اليوم فيه خلل ما بين الإيرادات والنفقات إذا غابت الرقابة بخلق الفساد وإذا غابت الرقابة بيصير في النهاية المصالح بتصفي مصالح شخصية ومع أعدم مشاكل المجالس المحلية اللي تم اختيارها على أساس عشائري وأساس حزبي أنه من ينتفق من هذه الخدمات إذا أنا من عائلة X معناته في النهاية وانتخبت هذا المجلس والمجلس هو من عائلة X معناته الخدمات رح تصب في صالحي دور الشباب اليوم برأيي أنهم بغض النظر عن الواقع وبيغض النظر عن أنه عدم وجود نظام سياسي فعلي مواتي لمشاركة الشباب بقدروا يلعب الدور تبعهم هم بحاجة أكتر اليوم ليبنوا قدراتهم بحاجة أكتر اليوم ليتعرفوا على تجارب كمان موجودة بحاجة أكتر ليستفيدوا كمان اليوم من كثير من المنظمات المجتمع المدني الفائلة في هذا المجال ويخرجوا بأجندة إذا انخلقت الرقابة في داخل المجالس المحلي الموجودة بصير التغيير أعطيك مثال خليني أعتبر المجلس المحلي كأسرة إذا أنا وزوجتي عندنا الدخل اللي بنصرف منه على البيت إذا أولادي عندهم القدرة والضغط على أنهم يراقبوا وين بنصرف في النهاية بصير فيه تغيير موجود هاي المنطقة الموجودة لازم الشباب ما يكلوا ويتعلموا ويكونوا هم جزء من تعديل الأجندة في داخل هيئات المحلية هذا بتوقع هو مدخل كتير عقلاني وكتير منطقي الهدف منه بيكون أكتر هو عطاء شعور للآخرين بأن هناك من يراقب وعطاء شعور للآخرين بأن الأمور هي مش مفتوحة على الغارب لا في النهاية فيه نوع من الرقابة وعندهم أدوات وأدوات الرقابة كتير مختلفة من حقهم يعرفوا الموازنات من حقهم يعرفوا أليات الصرف من حقهم يعرفوا الإرادات من حقهم في النهاية الوصول إلى المعلومة برأيه في كتير قوانين فلسطينية جيدة بس الشباب دورهم أنهم يستثمروها بشكل كتير فعلي جدا ويخضعوا المجالس المحلية لنمط إلو علاقة بالحوكمة أو العلاقة بالمسائل والشفافية تمام يعني أستاذ إسلام ما عالجوا الأخذوقان هو كان في الجوهر يعني في الجوهر بشكل مباشر لكن من وجهة نظرك يعني الشباب اليوم في عندهم جملي من الهموم اللي تخرج مش لاقي شغل اللي أصلا بدرس مش يعني وضعه المادي مش بزيادة اللي بعاني من إحباط هون اللي بعاني من شعور عام أنه بعدم الرضا المشاكل الجمدي من المشاكل الشبابية اللي بعيشها يعني يقول للناس جزء منهم الشريحة الشبابية طب السؤال أنه أمام هذه الهموم الشبابية كيف ممكن أنهم يلعبوا دور إيجابي بالرقابة كما انتهى إليه الأستاذ ذوقان بمعنى أنه ما هي العلاقة بطريقة وبأخرى ما هي العلاقة بمفهوم الشاب بمفهومك وبمفهوم الشريحة الشبابية ما هي العلاقة ما بينهم وما بين المجلس المحلي يعني هل بيعتقدوا بأنه هذا المجلس المحلي هو أجا مشان هو يخدمنا في جملة من الإختصاصات إلو أنا بدي أراقب عليها مفهومي الأمور بطريقة هاي ولا هي مفهومي الأمور بأنه في مجموعة من الناس انتخبناهم والسلام وهذا آخر همي يعني أنا مش ما عنديش على أولوياتي واهتمامي تعويل كثير على دور للمجلس المحلي والبلدي أنه يخدمني أو أنه يقدم دور ما إيجابي في حياتي يعني هاي الهموم اللي بعيشها الشباب يعني هي المحرك الأساسي اللي دفع الشباب لنحو اتجاه التغيير في العالم العربي البطالة وانعدام الحرية والحرية الرأي والعدال الاجتماعي هو اللي دفع الشباب إنهم يصيروا نحو الثورات العربية اللي شفناها والحراك الشبابة طبعا في الشارع الفلسطين نحن مناش نغفل إنه شهدنا حراك حراك شبابي منظم قبل قبل فترة وأدى لنتائج يعني خلال خلال فترة قياسية ثلاث أربع أيام أدى لتراجع الحكومة عن القرارات الأخيرة اللي اتخذتها فالدور الشباب يعني هاي الأمور هي اللي بتخلي الشباب تأخذ دورها علاقتها علاقتها مع المجلس المحلي سؤالي بشكل مباشر كدهش مراهن الشب على الهيئة المحلية كدهش مراهن وكدهش مستقر في ذهنه طبعا يتفاوت لكن أنا بقول عن إحساس عام كدهش يعني يعني مستقر في ذهنه من العرف الشعبي من التجارب السابقة بأنه أنا في إلي دور ما هو بجزء أنا لو أروح أدخل اليوم يقولوا هذا يعني بحكله بحكلوش وطويل لسان وجاي من أولها لسه ما صرناش بالقصر من برها العصر والتفاصيل هاي وبدو يعني يستنلنا سنة يعني بدناش إياها كمان إحنا مش متعودين على قبول النقد يعني أنا لو أدو مجلس بلدي ابن الثقافي مش سهل أن أقبل النقد أو مش سهل أن أقبل الشراكي السؤال إنه في علاقة متبادليا هل على الشاب إنه فقط يبادر وينتزع حقه ولا كمان إنه مجلس البلدي عليه إنه يبادر كيف ممكن نكسر هذا الجليد هو بشكل عام مناش نمك أن نظلم حق الشباب فيه هناك تطور في المجتمع في النظرة نحو الشباب هذا يعني ما حدا بنكرها وأنا يعني قلت أنه فعنا تجربة على مستوى البلد اللي بعيش فيها اللي هي جبعة في محافظة جينين العام الماضي البلدي أقرت خطة استراتيجية لمدة عشر سنوات فدعت الشباب لمناقشة لمناقشة الخطة الاستراتيجية وكان هناك أراء يعني وكان الشباب أبدوا وعي لهم في المسئولية وأبدوا دور الشباب أهمية وقالوا أنه ضرورة تعزيز دور الشباب في الهيئات المحلية برضو هناك تغير في النظرة إلى المسئول أو المنتخب بشكل عام في الشارع يعني زمان ينظروا الناس ينظروا للمسئول ينظروا لأعلى اليوم أنا بطلع على المسئول كأنه ممثل إلي أنا اللي جبته أنا في الانتخابات الجاي إذا ما زبطش تختفي مسألة ممثل إلي هل هو إذا ابن عشيرتي بممثل إلي كعزوي هل أنا بحكي عن النظرة السليمة أو إبن حزب ممكن إذا المسألة حزبية والسلام أي واحد بجيبه حزبي أنا بنتخبه والسلام ملزم فيه أنا ما ببحث عن هذه النظرة أنا ببحث عن تفوق على هذه النظرة أنا ببحث عن يعني النظرة الحقيقية الموضوعية ما بين المجتمع المحلي المقصود فيه هنا الموضوع بحثنا هو الشباب وما بين المجلس المحلي كيف ممكن الارتقاء بهذه النظرة من حيث المنهج والتطبيق يعني دور هناك بقع دورين دور على الشباب النفس ما حكي الأستاذ ذوقان بالتوجه للمجلس البلدية ووضعها أمام خططها يعني برامجها الانتخابية أو أنه يجتمعوا مع الشباب وحددوا شو رؤيتهم المستقبلية لتعزيز دور الشباب أو لخدمة المجتمع يعني منحكيش أنه دور الشباب فقط مراقبة مدى المجالس المحلية مع الشباب مراقبة ماذا تفعل المجالس المحلية في المجتمع بشكل عام والدور الآخر دور المجالس البلدية بأنها برضو تتقدم نحو الشباب تقوم بمبادرات نحو الشباب تخليهم يحسوا ويشعروا بذاتهم وبأهمية دورهم وهذا الإشي يعني بيستفيدوا منه الشباب في تنميتهم وبتستفيد منه المجالس المحلي نسمع حكنا سابقا في تطبيق برامجها ومساعدة الشباب إلها في تطبيق بعض قراراتها اللي ممكن تشكل مشكلة مع المجتمع أو مع النظر الشعبي العام طيب كيف ممكن أنه المجالس المحلية أعضاء المجالس المحلية والقائمين عليها أنهم يكونوا يقضين دائما بالرقابة الشعبية عليهم وقاصة الشبابية كيف ممكن إحنا من الملاحظات على المجالس السابقة يعني ذكروا لي خبراء في المتابعين بأنه في مجالس كان الرئيس يعمل المحضر ولف على الدور على أعضاء المجلس مشان يوقعوه في ناس بتقعد ست شهور ما بتيجيش على جلسة المجلس في جملة من الأمور يعني بمعنى أنه فقط بده شخص وبتصير زعيم أحساب هالناس وبتصير عوضو مجلس بلدي وينتخبوا الناس وشوفوا قد الشعبيته بالشارع وإلى آخره ويلتبقى أشغاله وعماله أو أصحاب مصالح أو ناس أفرزتهم العشائر والأحزاب بخلفيات مختلفة لكن السؤال أنه كيف لهذا الشباب كيف ممكن أنهم يلعبوا دور بحيث أنهم وقفوا المجالس المحلي عند التزاماتها وأنا للأماني وأنا بسأل فيك بفكر بأنه هذا أمر بالمجتمع الفلسطيني مش سهل أول شيء إحنا مجتمع مجامل يعني بمعنى مجتمع مش سهل بأنه أنا آجي أنتقد بسهولي ومش سهل بأنك أنت تقبل النقد بسهولي وما فيه ثقافي بالمجتمع الفلسطيني من السابق بهذا الاتجاه السؤال كيف ممكن المبادرة باتجاه تعزيز هذه الثقافي وباتجاه طرق الأبواب الصحيحة والجهات الصحيحة في الوقت الصحيح حتى نؤسس هؤلاء المهم برأي أولا درجة على البداية أنه اليوم فيه منظومة ثقافية اليوم مش كثير مقتنعة بالشاب لأنه أستغير بالعمر ما عندهش خبرة جزء منها التغيير بده إدارة للتغيير في مادة بيسموها تشينج منيجمنت إدارة التغيير اليوم لازم يكون عند الناس اللي بدهم يشتغلوا مع المجالس المحلية وعي كتير راقي جدا أنه إيش نوع إدارة التغيير الموجود كيف أنا ممكن أدخل أدق باب المجلس البلدي وأنا عمري 25 سنة وأكون مقنع ما كونش أنا في النهاية بتطلع لي بطريقة مقزمة أنه أنا شاب جاهل ما بعرفش إشي هاي بترتبط اليوم بقدراتي الموجودة عندي بترتبط بحصول الشاب على المعلومة وعلى الموارد الموجودة أعطيك أمثلة اليوم الشباب أقدر قدر اليوم بالتعامل مع قطاع الاتصالات تكنولوجيا لمعلمات أقدر قدر اليوم لمعرفة اليوم موارد ومصادر التنوير أقدر قدر اليوم على التعرف اليوم مع المطوعين الدوليين أقدر قدر اليوم لمعرفة وبناء التوأمات الموجودة برا أقدر معرفة اليوم بالإشارة والعلاقة وبناء القدرات دخولك من هذا الباب اللي بيفتكروه بعض الناس التقلديين في داخل المجلس نقطة كتير مهمة بيحسوا أن وجودك هو مساند لهم ومشعبه نقطة الثانية ما بيصير أدخل للمجلس وأنا باعتبار أنه عم ضده هي شغلة تكاملية أهم نقطة في التعامل مع المجلس أنك تحصل على الوثائق الموجودة طب هنا في هاي النقطة هل يقع على المجلس المحلي والبلدي دور هو عليه أنه يكشف للناس يعني مش ينتظر على بينما أنه ييجي حدا أنه يترك بابه أو حدا يسأله أو حدا يراجعه إنما هو عليه أنه يكشف ما لديه من وثائق من مصادر من سياسات من استراتيجيات شو بده يعمل هل عليه أنه يخلق حالي من خلينا نقول الإدارة بالحوار مع الناس كتير من الشغل تنفي البلد في السنوات اللي فاتت عن موضوع الحوكمة وحدة جوانب ومعين الحوكمة الموجودة هي قضية النزاهة والشفية والمسائلة خطتي مش سرية أنا ما عم بعمل كوملينوية أنا في النهاية عم بعمل خطة لسنة وسنتين في النهاية لمعاجلة معالجة القضايا وخدمات العلاقة في البلد لكن تفاصيلها نشر الخطة ومحاور الخطة والخطة مبنية على أهداف وتفاصيلها والأنشطة الموجودة هذا إشي كتير مهم واليوم إذا البلدية ما نشرتها أنا بقدر أدق الباب في النهاية وسائل البلدية النقطة المهمة هذا المجلس لما تشكل تم انتخابه لما خرج بعملية الانتخاب بوصل هو في النهاية للكرسي تابعه عن طريق عملية الانتخاب لازم يحس في النهاية أنه فيه نقطة بتحدده أنه لانتخابوك مش هيرجعوا مرة تانية انتخابوك عشانك فيه كتير من المجالس رؤساء المجالس ماسترجو رشحوا حالهم المرة تانية لأنه حسوا بخوف وكان فيه عدم رضا كان فيه عدم قناع عن الأداء تابعهم ففيه قوة ضاغطة موجودة عند الرقابة الشعبية الموجودة إيش هي الرقابة الشعبي بالأصل هي مجموعة من الفعاليات والأنشطة اللي بيقوموا فيها أفراد أو بيقوموا فيها منظمات فهم ممكن يكونوا الشاب فرد لحاله أو تكون مجموعة موجودة من أجل الحصول على معلومات إذا تم تحقيق هذه الأنشطة الموجودة ذات الشئن العام الموجودة برجعوا الناس بقولوا إيش الحقوق اللي بندور عليها اليوم إيش حقنا اليوم بالخدمات إيش حقنا اليوم بالموارد إيش حقنا اليوم بمجموعة من الفعاليات والأنشطة اللي بتكون فيها البلدية الموجودة أنا برجع بقول مش لازم نعول فقط على المجلس القروي أو المجلس البلدي أو على الهيئة المحلية أنا بقول بدق الباب هم الشباب والشباب اللي عندهم وعي وحكم وإدراك مش مطلوب كل البلد أربع خمس ناطجين وعيين عندهم قدرة على الحواة والتخاطب إبادروا بقدروا غيروا وفيه كتير نماذج اليوم لشباب هم عندهم قدرة موجودة لأنه عندهم بنوا خبرة في المجتمع المحلي اعتقلوا كأنهم دور في أسات المجتمع المدني اشتغلوا على مجموعة من البرامج عندهم خبرة في العمل التطوعي عندهم رؤية للمشروع الوطني الفلسطيني هدول بقدروا يكونوا هم نموذج للتغيير خليني أعطي مثال نحكى بالفترة اللي فاتت على المجالس الشبابية لأنه عندي انتقاد كتير كبير للمجالس الشبابية الممولة عندي انتقاد شخصي بقدر أبرر ليش موجود اليوم موجود المجالس الشبابية في داخل المجالس المحلي كانت لقطة كتير مهمة جدا أنه هدولة الفئات الصغيرة يتعلموا حسوا أنه صار عندهم نوع من المسئولية انتقادي أنه مش محتاج مال الأمريكان مش محتاج مال مشروط مش محتاج مال باتهم مقاومات الشرعية اللي كفرتها المواثيق الدولية على إنها يا رهاب مش محتاج لمال في النهاية بحطيلي الأجندة تبعته عشان يكون عندي مجلس عشان يكون عندي مجلس شبابي موجود في داخل القرية مش محتاج مال محتاج مبادر محتاج جهد محتاج إيمان في القرية بأبسليوتين مش محتاج مال عشان أعملهم أنا أضيفهم مرمية بروح بالأيطة من الأرض تبعتي عشان أجيب لهم أنا بسكوت في جداعي بجيب لهم فرائق من التعمالها الحجة في الطابون مش محتاج لمال محتاج أكتر لمبادرة والشباب بدهم هذه المساحة بدهم مساحة يحسوا فيها أنهم بأثروا بقدروا يشكلوا القرار بقدروا في النهاية يوجهوا القرار الفلسطيني لمصلحة مش مصلحة ذاتية لمصلحة وطنية تمام أستاذ إسلام إحنا في أسبوع الشباب يعني السؤال بأنه في خضم قنا نقول فلسفة أسبوع الشباب ماذا يريد الشباب أي وضع للشباب إحنا الآن شو التحديات أمام الشباب واقع والتحدي أمام الشباب في هذا الموضوع يعني ما بعرف إلى أي حد أسبوع الشباب يصل إلى الشباب أينما وجدوا في فلسطين أو الحراك الشبابي الهم الشبابي العام واحد في الوطن كله يعني هل ابن رام الله وابن الخليل وابن نابلس مثلا كمدن هم نفسهم ابن القرى اللي جنب الخليل والقرى اللي جنب رام الله والقرى اللي جنب نابلس وهكذا فيه فرق خلينا نقول بالوضع الشبابي بالريف وكلما اترامت الأطراف وعنه في المدينة ولا هي فيه وحدة اتحاد فيه قواسم إلى حد ما مشتركة وهل فيه وحدة يعني فيه تنسيق ما بين هالعجسام الشبابية يعني الهم الشبابي في فلسطين واحد ممكن تلخيصه ممكن تمثيله ممكن أنا عارف أنه يجيب نتيجة باتجاه موحد يعني ده بس بدي أعقب على الأستاذ ذوكان أنه الشباب الله مصحبا السمه الشباب أن معهم لازم يتركوا أبواب المجالس البلدية وأنهم برضو يعني الشباب اللي بتروح تترك الشباب تصدر عنها ممثلين وعيين مثقفين يعني بقدروا عبروا عن رأي الشباب وشو متطلبات الشباب لكن أنا يعني قبل الانتخابات كنت أمام مجموعة من الشباب عملت أسلوب رقابة يعني كان مؤثر في أحد المجالس البلدية اللي هو إنها أنشأت صفحة على الفيسبوك باستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي وهذه الصفحة كانت مهمتها رصد التقصير المجلس البلدي ونشره وتوعية الناس بتقصير هذا المجلس وطبعا أنا سمعت بعض الحراكات الشبابية يعني أنت ترى فعالية أو خلينا نقول قدرة على التأثير من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي أو الواصل الاجتماعي نحن متفكين أنه في حالة حساسية للنقد فالمجلس البلدي اللي بدي يشوف يعني يعني غسيله منشور على وسائل الاتصال الاجتماعي طبعا بحس بالتأثير طبعا إذا كان أحد المجالس أحد المجالس البلدية اتخذ بعض القرارات اللي بتخالف مصلحة المجتمع أنا مع أنه الشباب تعتصموا مع أنه الشباب تبلغ رأيها وتعمل على إلغاء أي قرار بيكون مثلا قرار في وجهة نظرة الشباب أنه مخالف للمصلحة العامة وهذا الشباب الشباب اللي دائما يعني أو بيقضوا وقت طويل من من يومهم على الفيسبوك هل موضع بحثنا من الهم الشبابي هل هناك من يقود خلينا نقول على الفيسبوك أو ما شابهه يقود حملات ربما مناصرة لقضايا الشباب أو ربما هناك من يقود الشباب مش بالضرورة أنا بقول بقول فلسطين أنا بقول ولو كانت الشرائحة الشبابية الشرائحة الطلابية بتختلف عن العطلين على العمل بتختلف عن الناس اللي بيشتغلوا بتختلف عن الناس الاهتماماتهم مختلفة السؤال أنه فيه هناك خلينا نقول النشاطاء الشبابيين يقودوا هذا الهم بمختلف أنواعه وبمختلف مناطقه وربما هذا فيما بعد يفرز لنا إشي آخر يعني يفرز لنا نتائج أخرى أفضل يعني عن طريق الفيسبوك ومن فوائد الفيسبوك وسائل التصالي اجتماعي أن الشباب الفلسطيني تبادل الهموم يعني صرنا نشوف هموم تقريبا موحدة أو الشباب بتعرف شو هموم الشباب من منطقة لمنطقة أخرى طبعا هذا الإشي موجود القيادات الشبابية والحراكات الشبابية ومجموعات الشبابية نحن لدينا تجربة رائعة بس يمكن ما تمش التسليط الضوء عليها الشباب ضد الإنكسام 15-3-2011 اللي أنتج اتفاق القاهرة طبعا للأسف ما تمش تنفيذه وأنتج الحراكة الشباب الأخير ضد الغلاء طبعا هناك مجموعات على الفيسبوك هناك شباب ناشطين على الفيسبوك تنتج كيادات شبابية لا بالتأكيد ستنتج كيادات كيادات شبابية ستنتج تأثير تأثير للشباب في الرأي العام وفي المصلحة العام من الشعب فغسطيني تمام بالدقائق المتبقية أستاذ دوقان في ظاهر رمج كثير سليمي وهي استخدام الشباب يعني استخدامهم وليس المشاركة معهم يعني هو في مفهوم شبه شبه مستقر بأنه الشباب هم يتبعوا مش يقودوا يعني بدناش نكرر نفسنا لكن في موضوع الانتخابات المحلية والبلدية في موضوع المجالس التي الآن تم تشكيلها حتى لا يستخدموا أنا بأعرف بأنه الشباب هم كانوا الطاقة اللي عملوا الحملات الانتخابية وهم اللي أقنعوا الناس وهم اللي جابوا الناس وهم اللي أحيانا تجاوز القانون مشانعيوني فلان وغيره السؤال بأنه أنا بأقصد شباب يعني ذكر وإناف وبسؤالي هون بركز على أخواتنا على الشابات يعني طب يا أخي كيف ممكن أنه أنا فعلا أني أنا أشرك خاصة الشابة الريفية أو الشابة اللي في المدينة كيف ممكن أني أنا أشركها فعلا وبالمناسبة إذا إحنا بنحكي عن الشباب على بالمطلق وأنا بقصد وهو أنا بجوز الذهن أحيانا بروح للذكور أنهم مهمشين فما بالك بالشابات السؤال لأنه كيف فعلا أنه يكون في هناك خطوة للأمام بخصوص الشابات كيف يكون في هناك مبادرة كيف يكون تشجيع كيف يكون تسهيل ما بعرف بخصوص الشابات لسيما المهمشات قبل ما أجاوب خريني أنا بسألت سؤال بهمني بس أحطه كمان في الإطار لما قلت أنهموم الشاب واحدة فيهم واحد والاحتلال بالأصل تم واحد إجماع احتلال بس كمان فيه تفاوت بالهموم يعني يوم ابن رمالله وبنت رمالله مثل ابن جنين أو ابن قلقيلة فيه تفاوت موجود وفيه تحميش كمان موجود وبرجع بأحمل جزء منه المركزية لما بتكون مركزية اليوم التواجد للسلطة موجودة في منطقة جغرافية بتنتعش بيصير تهميش للمناطق الثانية بيصير أولويات الشخص اللي في المنطقة المركزية أعلى وأكبر وأهم وبيصير مهم بالنسبة لمشاركة الشباب والشابات بالذات الإناث في منطقة الانتخابات في العمل المجتمعي لسه إحنا مجتمع بمرحلة النضوش يعني إذا بترجع لبعض التقارير وبعض ورشات العمل التي تمت في بعض المجالس المحلية اللي تمت في الدورة السابقة بعض الصبايا اللي ربحوا وكسبوا الانتخابات وصار أعضاء مجلس محلي كان يتم اللقاء يوم الجمعة وما تحضرش هي اللقاء وما أنها أضوه مجلس بلدي أو مجلس كراوي رح يروح جوزها يحضر جوزها يحضر بدل هرب في كارتة موجودة لسه اليوم عشان نعمل تغيير المجتمعي مضبوط تغيير المجتمعي بده خمس مؤشرات أول مؤشر لازم يتم العمل على تغيير المفاهيم والمفاهيم مسئولية نظام تعليمي مسئولية خطاب ديني كنيسة ومسجد اليوم لازم اليوم منبر الجامع يوقف في النهاية ويقول هذه المرأة بتقدر تلعب دورها مش فقط خلقت للإنجاب مش فقط هي دورها في النهاية بس تكون ربت بيت لا بتقدر تنجب وتكون ربت بيت تقدر في النهاية تكون رئيسة مجلس وفيه أنا كتير اليوم نماذج لرؤساء بلديات ومجالس كانوا إينات وأبدعوا مستوى ثاني كتير مهم إلو علاقة اليوم بالسلوك والممارسة إنه زي ما أنا بساعد فلاني تكون هي عضو مجلس وفلاني هي تطلع تنتخب ماشي لازم أسمح لأختي فجزء إلو علاقة اليوم بالسلوك والممارسة الموجودة جزء كمان إلو علاقة اليوم بالاندماج إنه كمان القيم اللي أنا بأأمن فيها تكون هي معي مش إذا أنا بأأمن في قيمة الصدق الصدق فقط هنا على الطاولة الصدق لازم ينعاكس كمان وأنا في السيارة وأنا في الباص وأنا في المدرسة يكون جزء مني أهم نقطة كمان إنها علاقة في التغيير في السياسات إنه نأثر في النهاية اليوم على التغيير في السياسات وإنه مش فقط هي القوتة إنه يكون عضو المجلس فقط تنين نساء يعني هي كمان تقزيم للمرأة اليوم لا المرأة هي تدخل اليوم بتنافس وبتشارك أنا برأيي النساء أو الصبايا الأعداد اليوم في بيوتهم وبحسوا حالهم متخرجوا من الجامعات أو ما كملوش تعليمهم اللي هم مش دور في المجلس المحلي لأ أنتوا قوة ضاغطة أنتوا بتقدروا في النهاية تكونوا جزء كتير مهم من تعديل مصاري المجلس المحلي بتقدروا في النهاية تفكروا في المشاريع تبعاتكم تقدروا تفكروا اليوم في مبادلاتكم بتقدروا اليوم تفكروا اليوم شو الدور اللي ممكن تلعبوه ممكن يطالبوا بتخصيص يوم فقط إلهم مع رئاسة المجلس الحديث عن قضاياهم يعني اليوم إذا بنرجع اليوم لنموذج إذا بدأ أرجع اليوم بعض الأنظم الإسلامية في زمناتها كانت تسمح تعطي يوم للنساء قديما هذا قبل كم سنة فإشبهنا اليوم في القرن الواحد وعشرين أنا أفتح مجال للنساء أكتر ضمن منظومة التقاليد والعادات حتى أن أعطيهم المساحة عبره عن القضايا تابعونهم كمان نقطة ثانية اليوم مع شبكات التواصل الاجتماعي إذا أنا جسدية مش قادرة أتحرك من بيتي بس أنا فيرتوال بشكل فضائي بقدر أنها أعبر عن قضايا تابعتي الناس اللي تم اللي ترشحوا الانتخابات عرفوا أنه في قوة موجودة عند الشباب وعند الصبايا كصوت انتخابي بس للأسف الشباب اللي انتخبوهم ما قادروا قوة تابعتهم اليوم في قوة اليوم موجودة عند الصوت الانتخابي بتقدر تعدل اليوم مصار أي بلدية أو مصار أي مجلس بلدية أو مجلس محلي تمام متبقي دقيقتين أستاذ إسلام كيف ممكن كل الحكي اللي حكينا الأفكار التي طرحت كيف ممكن هذا كله يعني هل برأيك هل يلامسنا الواقع هل تعتقد أنه ممكن هذا أنه يكون موضع تطبيق ولو منهجي يعني نبدأ بمنهج أنه يكون فيه عندنا بدايات نبني عليها النجاحات نبني عليها وتراكم نبني عليه هل تعتقد أنه هذا ممكن الآن في جبع البلد اللي انت منها والقرى كلها الفلسطينية التي نعتز بها والمدن هل تعتقد أنه ممكن التأسيس لمنهج وممكن أن هذا الكلام كله يلقى النور والتطبيق بالتأكيد الشباب الفلسطيني ممكن نحس مرحل مراحل في عقدة النقص لما شف الحراك الشباب في المنطقة العربية وما شفش الحراك الشباب طبعا دور الشباب الفلسطيني بلاكس متعلموا منها آه طبعا لأنه النقطة اللي كنت بدي يعني ما ننساهاش أنه دور الشباب الفلسطيني بدأ مبكرا في القضية الفلسطينية يعني الشباب الفلسطيني كان عمود كل الثورات كل الثورات وعمود الانتفاضات الفلسطينية صحيح أنه ما كانش جزء من الحصاد أو من الانتاج أو من القرارات المصيرية للشعب الفلسطيني لكن الشباب دوره مهم وأنا متفائل جدا بدور فاعل للشباب في المرحلة في المرحلة القادمة في المجالس المحلية وفي السياسات العامة وفي القضية الفلسطينية هل لك من توصية لما انتشاء من الجهات الرسمية المجالس المحلية القطاعات الشبابية هل لك من توصية سريعة أنا توصية للجميع بالاهتمام بدور الشباب وتوصية للشباب بالوعي بالوعي بدورهم وشو بيقدروا هم إنهم يحصلوا ممكن إنهم يغيروا إنهم يعني ما يستقلوا شو بحالهم الشباب لهم دور فاعل وممكن إنه يكون هناك إنجازات وتحقيق رقابة عامة على الهيئات وعلى المجتمع بشكل عام والقيادة في الشعب تمام أستاذ ذوق أنه صرت بالشباب توصيتك أنا توصيتي بقول إنه الشباب مش لازم فقط يطلعوا فقط لدورهم في الهيئات المحلية دورهم أكتر يلعبوا في نظام سياسي فاعل بقول إيه دور اليوم الفلسطيني والشاب البقيش في الثمانية واربين إيه دور الشاب الفلسطيني البقيش في السبعة وستين إيه دور الفلسطيني الشاب بقيش في منطقة الشيطات أبعد من أوسلو أبعد من فقط ضف غربي وقطع غزي أنا بدي اليوم الشباب بيرجعوا اليوم لدورهم في المشروع الوطني ساعتها إذا رجعوا لدورهم في المشروع الوطني وعرفوا في النهاية إيه الدور لحيلعبوه سهل عليهم يتعامل اليوم دور رقابة أو دور عضوية في مجلس محلي فلازم يرتقوا في دورهم ما بنتقس أنا من دورهم في الهيئات المحلية دورهم كتير مهم بس كمان لأ بدكم تأثروا في القرار السياسي الفلسطيني وتكونوا فاعلين وتقولوا في النهاية اليوم لا مفاوضات ولا مقاومة طب وينا الروح ضيعتونا ماشي عم بنفاوض ولا في مقاومة وانا بحكة اليوم عم مفهوم حتى اليوم العلاقة بالمقاومة الشعبية العلاقة اليوم بمقاومة اليوم لكل عندك متضامنين دوليين يوم عم بقيدوك فيها عندك مجموعة من المتضامنين اليوم بقولك أنا معك أنا بساندك في اليوم لأنه حقك تم اقتصابه موجود اليوم ما عم بنفاوض ولا عم بروح حتى عم مقاومة الشعبية طب في النهاية عم نتسنى في إيش لازم الشباب اليوم ينتزعوا حقهم في المشاركة في هذا النظام السياسي ويقولوا في النهاية هذا المسيج تبعتنا إذا قدروا يوصل لهذه المرحلة سهل عليهم يتعامل اليوم مع هيئات محلية وأبعد من هيئات محلية تمام وأنا بضم صوتي إلى صوتكم بشكركم ضيوفي الكرام الأستاذ وقامك إشاوي خبير في قضايا الشباب بشكرك الأستاذ إسلام أبو عون المدون والناشط السياسي وبشكركم مشاهدي الكرام على المتابعة لكم محبتي وتقديري وتحية مركز علام حقوق الإنسان والديمقراطية الشمس إلى اللقاء المترجم للقناة